أريد أن أوضح أمر مهم بمسألة التقييم للوجبة الأولى وللوجبة الثانية وللقادمين ننتبهوا هذا الأمر مهم جداً شباب وأيضاً الرجاء أنكم تتفاعلون يعني تقولون أنه نحن عرفنا أو افتهمنا بالنسبة للتقييم الاجتياز بصورة عامة 70 تمام؟ هذا يعني يشمل الوجبتين الأولى والثانية والوجبات القادمة سبعين من مائة لكن هناك فكرة إذا الأسبوع الأول أكتب هذا الاجتياز العام هون الاجتياز العام فقط ركزوا الآن نمشي هيك مثال طالب مثال لطالب يدرس الأسبوع الأول حصل على ستين درجة يعني لم يشتاز نكتبها هيك امشوا معايا رجاء وأريدكم تتفاعلون مع هذا فإذا ستين لم يشتاز هو الاجتياز العام صلى هذا الاجتياز العام سبعون من مائة الأسبوع الأول ستين لم يشتاز الأسبوع الثاني حصل على مائة حصل هيك بالأسبوع الثاني مائة اجتياز تمام؟ هنا ماذا يحدث؟ نحن هيك هذا العاملين يعني أقصد النظام اجتياز بمعنى الآن لو نجمعها فهو الأسبوع الأول والثاني اجتياز حنمشي الآن لأنه مائة زائل ستون كم؟ يساوي مائة وستون نقسمها على اثنين تقسيم اثنين كم؟ ثمانين فكأنه هو هذا الأسبوع الثاني رفع هذا نحن هيك نعمل السيستم معايا؟ الكل معايا؟ تمام؟ نعم نعم هذا جدا مهم نظام الجي بي اي معدل التراكم لأنه ممكن ما بعرف يعني ممكن هو كان عنده ظرف معين فهو حيحسبها أنه يقول اها عندي أنا ستين لا لازم أمشي حالي لكن القصة لم أريد أن أستمر نأتي للأسبوع الثالث ماشي نقول حصل على أربعين لأسبوع الثالث أيضا هذا لم يشتاز هنا إحنا حنجمعها بتاع الشهر لأن إحنا بالنظام بتاعنا إيش عاوزين؟ انتبهوا الدراسة المنهاج بتاعكم سبعة أشهر نجمعها عندك سبعين الاجتياز العام نوضح الآن هذا الأمر يعني الاجتياز العام ها 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 ما دخلي نمشي الآن هذا نضحه ديكي حتى هسا الأسبوع الثالث كونوا معايا أربعين حصل لم يشتاز ماشي الأسبوع الرابع حصل على ثمانين نه نقول إشتاز نفتره فرضية نجمع الآن الستين والماء ها هذا نتركه هسا الآن نشيله هذه درجات أربعة أسابيع عنده ستين وعنده ماء وعنده أربعون وعنده ثمانون تمام يلا اجمعوها أنتوا وعطوني المعدل ستين زايدا ماء زايدا أربعون زايدا كم يلا ممكن أريد واحد منكم هيك يعطيني ها ميتين وتمانين يقسمي على أربعة تقسم أربعة المجموع تقسم أربعة يلا سبعين سبعين اجتاز ولا ما اجتاز اجتاز ها اجتاز طيب سبعين فإذن ماء وستون واربعون ميتين ميتين وثمانين انقسموا على أربعة النتيجة النهاية سبعون لكن بعدنا بعدنا بس دقيقة بعدنا شوي هاي سبعون اللي هو اجتاز الآن أنا الآن أسألكم ماذا بقى بالنسبة للمنهاج بتاعنا مين يتجاوبني ممكن واحد يجاوبني فكروا فيه هذه المشاركة مشاركة لا ما له علاقة المشاركة هو هذا كله الأسبوع الأول كله انت أخذت ستين بتاع المشاركات يعني الأجزاء الثلاثة كلها عندك ستين والأسبوع الثاني ماء والأسبوع الثالث أربعين والأسبوع الرابع ثمانين جمعناها أنت الآن في الأربع تسابيع خلاص اجتاز سبعون لكن ماذا بقى أستاذ الاختبار الشهري آه الآن الاختبار الشهري تمان فهمين عليه الاختبار الشهري الاختبار الشهري كم أقل درجة لازم تحصل عليها سبعين صح كمام ولا مجتمع واضح حتى يطلعون الاثنين مئة واربعين تقسيم اثنين ها يساوي سبعين ماشي صحيح معايا الكل نعم السبع الكل الكل معايا هي سهلة سهلة جدا سهلة طيب الآن هناك شيء مهم انتبهوا الآن انتبهوا هذا ايش قلنا قلنا هذا الاسابيع الاربعة معايا الاسابيع الاربعة صحيح نفترض طالب اخر طالب اخر حصل كمعدل الاسابيع الاربعة تسعين كمعدل الاسابيع الاربعة كم كونوا معايا كم تسعين يعني عنده تسعين درجة عالية فالاختبار الشهري كم يحتاجه حتى يحصل على سبعين خمسين فهو حتى لو يحصل على الاختبار الشهري خمسين فهو واضح تمام يعني هو بالاسابيع الاربعة عنده تسعين اللي هو درجة عالية اذا حتى لو حصل بالاختبار الشهري خمسين هو لأنه مية واربعين تقسيم اثنين سبعين فالشهر الاول مبروك بس بس هذا واضح الكل واضح رجان اعطوني رسالة نعم استاذ ايه فهو فهو فليكسبل حقيقة يعني فليكسبل ايه احنا طلاب الجزء الاولى نفس الشيء لا نفس الشيء ايه ايه بس عندنا كمان نهاية الشهر صلاة ومرحاضر لا لا هو كله كله لا هو كله هذا هو الاجتياز اتركوها انتو الاجزاء هيا كله يطلع سبعين انت فقط فكر بالسبعين هاي الاجزاء هي مهي كونها تنجمع ما له علاقة هي كونها تنجمع مع الاختبار الشهري ايه طبعا لا مو الاختبار الشهري بتاعكم سبعين انتو الاختبار الشهري بتاعكم سبعين وعدكم انت تقدم محاضرة وجلسة صلاة ثلاثين مية وتن حسب فاهميني تمام طيب نأتي بمثال اخر افضل هذا شوية نوضحه يعني مثلا نأتي الاسبوع الاول لطالب حصل على اربعين نفترض يعني خلي هيك نمشي معاكم الاسبوع الثاني اربعين نفترض الاسبوع الثالث مائة يلا نمشيك امشوا معايا رجعا الاسبوع الثالث مائة عمل كثف الجهود وحصل على مائة الاسبوع الرابع ايضا مائة تمام والاختبار الشهري كله الاختبار الشهري ها حصل على ثمانين فالآن كلها اجمعوها وقسموها على خمسة حتطلع يعني اريد منكم اربعين هيك تحسبها زاد اربعين زاد مائة زاد مائة زاد ثمانين على خمسة يلا كم هيطلع ثلاثمية وستين صحيح اه الخمسة ايه كم ها اثنين واحد سبعين كم اثنين واحد سبعين اي اشتاز اشتاز على الرغم هو الاسبوع الاول مش ما عامل جيد اربعين اسبوع الثاني لكن الثالث الرابع هذه رفعته هذا هو النظام بتاعنا هيك نعمله احنا هو فليكسبل لكن انتبهوا الان اكو شي الان انتبهوا اكو شي انتبهوا رجاء رجاء ابقوا معايا في نفس المثال هنغيروا ماذا لو الاسبوع الاول هو حصل على ماء نفترض والاسبوع الثاني اربعين انتبه والاسبوع الثالث عشرين والاسبوع الرابع ماء نفترض هيك مثلا تمام والاختبار شهري اربعين يلا اجمعوها الآن خليني اجمعها اعطوني فماء ماء زاد أربعون زاد عشرون زاد ماء زاد أربعون يلا كم تطلع هذه على خمسة هي واضحة تكون أقل من سبعين على خمسة أي ستين لم يجتاز هذا تمام هكذا حكم شيء وممكن عندما يحصل هنا أربعين نفترض مثلا يحاول الأسبوع الثالث ممكن أن يعمل ستين ممكن يعني حتى يصعد وممكن بالاختبار الشهر يعمل ستين يجتاز أعتقد هون إلا أنا أحسبها يعني هيك تكون مثلا أحسبوه كم هيك بالله مرة أخرى خلي نشوف يعني إذا مية زاد أربعين زاد ستين زاد مية زاد ستين كم تطلع؟ ثلاثمية وستين أستد بس يعني على خمسة آه ثلاثمين أي بس أي على الرغم أنه هذا مش بس هون لم يجتاز صحيح؟ وهون لم يجتاز وهون لم يجتاز لكن المية هذه رفعته آه رفعته عالي جدا فهذا فلكسبل يعني حقا جدا فلكسبل تمام؟ أي بمعنى أنه كل أسبوع أنت عندك فرصة صحيح؟ معاي؟ أي فهذا جيد جدا يعني هيكي حنعملها أحنا يعني أو نعملها إلى أن تنحسب هيكي الشهر الأول لازم الآن الآن اللازم اللازم من كل هذا أنه تعطينا الشهر الأول سبعين عندك يعني هذا الأول سبعين وتمشي الشهر الأول سبعين ونمشي والشهر الثاني سبعين وهكذا لازم سبعة أشهر كلها لازم سبعينات بس فممكن درجات الشهر الأول تختلف لكن حصل السبعين درجات الشهر الثاني تختلف حصل السبعين وهكذا والثالث والرابع واضح ترجمة نانسي قنقر